بطولة هي الأولى من نوعها تعيد أمجاد كرة السلة المصرية ذلك من خلال دمج أبطال اللعبة السابقين مع اللاعبين الحاليين وقد أشحذ من طاقتهم ونجحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في استحداث مباريات أساطير السلة لتتيح للأجيال الجديدة فرصة لالتقاء بالأبطال وتناقش خبراتهم ونقلها في لفتة غير مسبوقة فعليات رياضية متنوعة تجدها في مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية فمباراة أساطير كرة السلة التي أقامتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع الشركة المنظمة تعد الأولى من نوعها التي تطل على شاطئ البحر في مصر طبعا دي أول فعاليات لنا كباسكت في العالمين ودي بتبع حاجة كويسة الملعب زي ما حالك شايف في الأجواء الانتحاد موجود لعبة لمنتخب موجودة الناس بتحتفل بشكل كويس جدا دي حاجة تبقى مشجعة أكتر للعيبة أنها تجي تلعب فترة تصف في العالمين الجديدة أجواء عالمية أنا الواحد سافر بطولات كتيرة برا الجو اللي أنا عايش في النهاردة ده حاجة عالمية مبسوط جدا جدا في وسط كوكبه من النجوم كورتي السلة يعني بص زيرو فورماليتيز الصراحة أنا كأحد بلعب باسكت وعندي خمس سرين ما كنتش أحلم أن أنا أشوف مصر ملعب باسكت على البحر دي كان حاجة كنت محلم بيها بتشوفها في الصور بس في أمريكا بتشوفها بس كده أنا بسوك ديد من حاجة زي كده وطبعا لعب أكبر زي دول بتفرج عنهم متربي عليهم وأنا صغير بتفرج عنهم في التلفزيون وفي المتشفة للأستاد وكده أنني أنزل معامل ملعب كان ومعامل دي كان بالنسبة لي حاجة كنتش أحلم بيها يعني فنا ببسوط جدا الصراحة بالنسبة للملعب أنا يمكن يعني أن الناس اللي شايفوا التطور العالمين بحكم أن أنا يعني بيتي هنا وشوفت البروجرس اللي بيحصل كل سنة مورجان العالمين السنة دي بنسخته التانية شوف تطور عن السنة اللي فاتت يمكن في حاجات كتير في الإفنس الرياضية والفاستفلز اللي بتحصل وفشوفت التطور اللي بيحصل ده البروجرس ده بيخليك أن أنت فخور أن الحاجات اللي بتحصل دي بتحصل على أرضك وفي بلدك تجمع الفعالية بين نجوم كرة السلة الكبار أصحاب تاريخ البطولات في الأندية المصرية وشباب الأندية الحالية والمنتخب مما يعد فرصة لالتقاء الأجيال وتناقل الخبرات وسط أجواء فريدة ومميزة بمهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية مفيش أحسن بصراحة من الأجواء دي والجو اللي حضايك شايفه وملعب البسكت موجود في البحر حوالين والأساطير اللي هم الناس قدامة كرة السلة مع الجيل الجديد اللي بيلعب كرة السلة بيتقابله ودي مسج كله يقدر يمارس لعبة كرة السلة في كل الأماكن الأجواء حلوة جداً زي ما انت شايف المنظر بحر وهوى وملعب مفتوح وده مش متوفر كتير في النكري وأجوة في المدينة العالمين وعلى البحر دايماً احنا قلنا بنقول دايماً كرة الشاطئية خميس الشاطئي البدل كل ده منتشر أول حدث يتعامل على البحر يتعامل ملعب بسكت ثلاثة على ثلاثة ده حدث عالمي بالنسبة لي طبعاً دي مبادرة الدولة عملها ومشكورة جداً يعني إن هي افتكرت أساطير كرة السلة اللي هم طبعاً في الوقت العصر بتاعهم ما كانوش واخدين حققهم طبعاً عشان السوشيال ميديا والكلام ده بس النهاردة طبعاً بيوصلوا رسالة لكل الناس إن البسكت موجود زي وزي العاب تانية مش عايز أذكر بالأخص لعبة معينة البسكت طبعاً الحمد لله إحنا في طفرة كبيرة جداً من خلال دعم الأزارة وتعد فعالية كرة السلة واحدة من بين بطولات أخريات رياضية تهدف في الأساس لنبذ العنف تحت شعار لا للتعصب بالإضافة لفتح آفاق جديدة ومستقبلية لرياضات شاطئية في مدينة العالمين الجديدة كاريم بيبرس التلفزيون المصري